وفي محافظة المهرة تمكنت شرطة مديرية شحن من إحباط محاولة تسلل 213 شخصا من الجنسية الأثيوبية خلال حملة أمنية استهدفت عدة أوكار أثناء استعدادهم والشروع بالتسلل إلى سلطنة عمان وتم اقتيادهم إلى مقر شرطة المديرية واتخاذ الإجراءات بحقهم الكفيلة بترحيلهم من محافظة المهرة وأوضح نائب مدير شرطة شحن الدكتور رشيد الصلاحي أن الحملة قادت أيضا إلى ضبط 12 شخصا يمثلون الشبكة تعمل على إدارة تهريب الأثيوبيين بينهم الثانين يعملون في صرافة وتحويل الأموال بين اليمن وعمان وأثيوبيا بطريقة غير شرعية وأضاف الصلاحي أنه جرى اختخاذ الإجراءات وإعادة ملفاتهم لإحالتهم إلى النيابة العامة بالتهم المنسوبة إليهم مؤكدا إن حملة مستمرة رغم وجود صعوبات تتمثل في آلية ترحيلهم ترجمة نانسي قنقر